في المسئولية والمنتخب الوطني ختم لقاءاته بتوجد أبو جبل وأبو جبل كان كويس الحقيقة بعد إصابة محمد الشناوي ثم الشناوي كان مصابا خلال الفترة الماضية وعد في مباراة الأمس لقاء القمة وكان أمام أبو جبل وكان الغلبة لصالح النادي الأهلي ودخل شباك أبو جبل خمس أهداف ودخل شباك الشناوي ثلاث أهداف مع كل هذه المعطيات كنت هتختار مين اللي يقف في المباراة المقبلة محمد الشناوي ولا أبو جبل لأصل هي أبراهيم مش يعني دايماً بيبقى فيه تصنيف عند المجربين يعني وبيبقى فيه تحليل أداء مش على قطعة أو على مباراة لا 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 بيبقى فيه تصنيف كثير يعني فيه مصدرة طويلة عريبة أنت بتبقى يعني من خلالها بيكون اختيارك يعني كذا حاجات كثير قوي 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 يعني طب لو حاجة جربت المصطرة دي يبقى مين حارس المرمى في المصطرة لا محمد الشناوي محمد الشناوي يعني ليه أفضلية شوية اللي بعدد ساعات اللي هي تحت ضغط بعدد البطولات اللي شارك فيها مستوى الفني طبعاً واستباته وحاجات كثير جداً ده ما يقللش أبداً أبداً من إن محمد أبو جابها الحارس رائع وحارس كبير والولاد الصغيرين اللي موجودين معهم طبعاً حارس جميلة جداً يعني بقولك مركز غاني جداً بالحراس يعني أنا بقولك إحنا فيه أربعة جوا وفيه حوالي ستة سبعة برة بتدعم فكرة وجود حارس صغير زي جاد وزي صبحي؟ لا ما دعمش وجود حارس صغير أدعم وجود حارس يستحق إن يكون موجود ماشي لكن حارس صغير في أي جامعية خيرية آه كده يعني فهمني الإجابة الحارس المنتخب لازم يكونوا أحسن أربعة في الفترة اللي فيها المعسكر لكن ما بصش مثلاً اللي قدام فاجيب حارس صغير في السن لا 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 ممكن حارس الصغير ده يبطل قبل الحارس الكبير ما الحاضر يبطل الدنيا كلها آه بطل الدنيا صحي كلها آه لأ إن هم أحسن أربعة في الوقت اللي فيه المعسكر من وجهة نظر آآ جهاز الفن المنتخب لكن لكن فكرة صغير وكبير دي مش في المنتخبات فكرة صغير دي في الأندية هم هم طيق يعني ما يبقاش فكر إنه لأ ده حاجة مستقبلية لما الكبير دي آآ خلاص يجبر في السن إفرد انت راح وصل لك السنة الجاية ثلاث عفاريس آآ جداد في الأندية تانية أحسن من كون من الأربعة اللي موجودين دول آآ إنت بحاكم بس أنت بحاكم آآ إنت حاكم مدرسة اختيار الأفضل في الوقت الراهد الأفضل صوم المباريات الأفضل وإيه؟ عمل المباريات كويسة لا فيه فيه طبعا ثوابت الحارس الأول والثاني والثالث والرابع وقلت إيه نازل كده لحد آآ الثادث والثابع إنت في دماغك لو الأول والثاني فيهم حاجة حيبقى فيه ثلاث والرابع وخابس والثادث يعني مجهز نفسك بقيمة فيها كل الحراس المحتملة آآ سواجدهم في المعصر إيه بحق الهاني سليمان بالنسبة لحضرتك تصنيفه إيه؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة في منتخب مصر لو كان أنا أنا وجهة نظري تلاسة يعني هو هيبقى يكون ثلاثة آآ يكون ثلاثة لأنه حارس كبير جدا وخبرته كبيرة آآ وعقده العناصر اللي هي تقليه لو ابدح تكتيله في طروف صعبة آآ انت عارف الثابات كبير قوي وآآ والبرود والآ بدوق الثابات الانفعالي الثابات الانفعالي آآ يعني أنا بيتكلم دلوقتي عشان هو قريب بنتي آآ وانا شايفه عن القرب يعني آآ لكن وان كان وجهة نظر آآ الجهاز الفني كده بحترمها جدا 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 وما عنديش اي تعليق عليها بقول له استمره فرصة لسه موجودة آآ